ناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مستجدة الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في لبنان وخلال اتصال تليفوني أجراه مع نظيره القطري تناول الوزيران الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع فضلا عن استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حرقتين فتح وحماس بالقهرة هذا وقد اتفق الوزيراني في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه والانسحاب الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية فضلا عن ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظف الأمم المتحدة في قوة اليونيفل